البيضاء نار تشتعل في وجه الميليشيات وتحرق عناصرها حيث حقق رجال القوات الحكومية تقدما هاما في العديد من المواقع بجبهة قانية لتحكم سيطرتها الكاملة وتبسط نفوذها على أجزاء واسعة من تلك الجبهة أبناء القبائل من آل مراد والعبدية وآل وهب وكافة القبائل من محافظة البيضاء سارعوا للتصدي لتلك العناصر الإرهابية منذ اليوم الأول لسيطرتها على أجزاء من محافظة البيضاء معلنين الوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيات الكهنوت وتطهير كامل الأراضي التي خضعت لسيطرتها تم السيطرة على مواقع مشعودة والعرب المواقع الاستراتيجية وبطولة متناهية قام بها أفراد الجيش الوطني سيواصل الجيش الوطني مسنودا بأفراد القبائل من كل قبائل المنطقة سواء من قبائل العبدية أو مراد أو العواض أو بني واحد أو الأحرار من كل مكان سيواصل الجيش الوطني إن شاء الله مهمة حتى تطهير الأرض اليمنية كاملة بإذن الله وحدات عسكرية من القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف العربية شنت هجوما مكثفا وواسعا على مواقع كانت العناصر الميليشيوية تتمركز فيها وتتخذ منها أماكن لقنص المار وإرضاخ القبائل كموقع مسعودة والعر والعديد من التباب لكن أبطال القوات الحكومية طردوا ميليشيات الحوثي منها وأمنوها بالكامل بتحرير ما تبقى في السلاسل الجبلية في منطقة اليسبل تكون القوات الحكومية قد أحكمت سيطرتها على منطقة الوهبية وخريف الضفة يأتي ذلك بالتزامن مع التقدم المستمر في جبهة الملاجم وتعد يسبل منطقة استراتيجية تحيط الوهبية والملاجم ويعد تحريرها مفتاحا لتحرير قانيا بالكامل وبقية المديرية تباعا ما بات مؤكدا هو أن القوات الحكومية عقدت العزم على تأمين كامل محافظة البيضاء والتي تمثل قلب البلاد وبوابة رئيسية لغالبية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثية الإرهابية بقوة السلاح ترجمة نانسي قنقر